موسيقى من قناة الفجيرة حياكم الله إلى نشرة من الإمارات لليوم الموافق في 30 من حزيران يونيو وفي عنوينها محمد بن راشد يعتمد تشكيل مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي موسيقى ولي عهد الفجيرة يطلع على خطط ومشاريع النادي العلمي بالفجيرة المواكبة للرؤية الاستراتيجية للدولة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السلام عليكم أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زيد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 69 لسنة 2021 بفضل دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشرعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية أعمال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29 من يونيو 2021 وعلى رئيس المجلس تنفيذ هذا المرسوم اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم تشكيل مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي ودونا سمو في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر اعتمدت اليوم تشكيل مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي هدفنا أن تكون الإمارة محطة عالمية رئيسية في هذا القطاع الاقتصادي الجديد ووجهة رئيسية لرواد أعمال الاقتصاد الرقمي حول العالم متفائل بمستقبل الاقتصاد الرقمي بدبي اجتمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضوري السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي واسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي واسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي للأعلام أمس مع أعضاء مجلس إدارة غرف تجارة دبي بعد اكتمال هيكلة الغرف الثلاث بما يكفل الارتقاء بأداء غرف تجارة دبي التي تشكل أحد أهم ركائز اقتصاد إمارة دبي وتعزيز دورها ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى ترسيخ موقع دبي التاريخي في المنطقة كحاضرة اقتصادية هي الأنشط والأكثر تكاملا والأكثر تطورا والأسرع نموا والأكثر انفتاحا على مختلف التجارب الاقتصادية العالمية وأكد سموه الاقتصاد العالمي شهد تغيرا هائلا ودبي تطورت وحققت قفزات كبيرة وها نحن اليوم عاصمة عالمية للاقتصاد وأضاف سموه اليوم نحن نفكر للخمسين سنة القادمة نفكر للأجيال القادمة هذا واجبنا كلنا واستعاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الدور التاريخي لغرفة تجارة دبي في وضع الإمارة على خارطة اقتصاد المنطقة لافتا سموه إلى أن غرفة تجارة دبي لعبت دورا رئيسا في تطوير اقتصاد دبي وفي بناء سمعة الإمارة كمركز حيوي للمال والأعمال في المنطقة وشدد سموه على أهمية الانتقال بأداء الغرفة إلى مستوى جديد تماما من خلال إعادة هيكلتها وتوجه سموه لأعضاء الغرف قائلا رسالتي للجميع الاقتصاد أولويتنا وأنتم شركاؤنا ويدنا بيدكم سنأخذ الإمارات نحو مستقبل اقتصادي متجدد ومزدهر وراسخ وتابع سموه الاقتصاد له الأولوية في المرحلة المقبلة وعلينا أن نحشد كل عقولنا الإبداعية وجهودنا الاستثنائية للانتقال بالحراك الاقتصادي في دبي إلى آفاق جديدة وختم صاحب السمو قائلا هدفنا أن تكون دبي عاصمة الاقتصاد الأولى في العالم أطلق رسميا صندوق الأمم المتحدة الاستئماني يونت لايف الذي يهدف إلى مكافحة سوء التغذية المزمن في مناطق العالم وذلك على هامش منتدى المساوى بين الأجيال في فعالية أقيمت عن بعد شارك فيها أو استضافتها معالي ريم بن إبراهيم الهاشمي وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي وجون إيف لدريان وزير أوروبا وشؤون الخارجية في فرنسا وأنشئ صندوق يونت لايف بالتعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية وديوان ولي عهد أبو ظبي والحكومة الفرنسية ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد أهل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم مليونين ونصف دولار أمريكي منحة لدعم برامج الصندوق في إطار مبادرة بلوغ الميل الأخير وهي مجموعة من البرامج الصحية العالمية التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد أهل نهيان وقالت معالي ريمبت إبراهيم الهاشمي يشرفني أن أعلن دعم دولة الإمارات لصندوق يونت لايف والجهود المبدولة لحماية ملايين الأطفال من المعرضين لسوء التغذية المزمن حول العالم هذه الشراكة تجسد نهج دولة الإمارات في دعم قضايا الصحة العالمية الذي يمتد عبر عقود من الزمن مشيرة إلى المساهمات المتواصلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زيد أهل نهيان وسعيه الدائم لإيجاد مستقبل أكثر صحة وأشراقاً خاصة بين المجتمعات الأكثر ضعفاً في العالم أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم يعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في الشارقة كما أصدر صموه القانون رقم 3 لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في الشارقة تكفل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد نعيم يعضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بعلاج طفلة رضيعة تعاني ورماً كبيراً في الرأس حيث أجريت لها عملية جراحية من قبل فريق طبي بمستشفى الشيخ زايد في الرباط استغرقت سبع ساعات وتكللت بالنجاح وخرجت الطفلة من المستشفى بصحة جيدة كما أمر صاحب السمو حاكم عجمان بشراء بيت خاص لأسرة الطفلة في المغرب استقبل صاحب السمو الشيخ صعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين بديوان الأمري أمس بحضور سمو الشيخ راشد بن صعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين عددا من الحاصلين على شهادة الدكتوراه في مجالات مختلفة وهنأ صاحب السمو حاكم أم القوين الحاصلين على شهادة الدكتوراه واستمع سموه إلى شرح مفصل حول محتوى رسائل الدكتوراه متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مهام عملهم معربا سمو عن سعادته بتزايد أعداد المواطنين المستمر في نحية التحصيل العلمي العالي لما يشكل ذلك من ركيزة للاستثمار الدائم في أفراد المجتمع التي تسعى حكومة دولة الإمارات على الدوام لتحفيزه كونه أحد أعمدة التطور الحضري في الدولة استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي وليعهد الفجير الأمين حفظه الله في مكتب سموه بالديوان الأمري رئيس مجلس إدارة النادي العلمي بالفجيرة وفريق العمل وطلع سمو خلال اللقاء التعرفي على برامج النادي وخططه المستقبلية بالإضافة إلى المشاريع العلمية التي تم تصميمها والعمل عليها لمواكبة الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال ذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتقنية الحديثة واستعرض سيف لمعالي رئيس مجلس إدارة فريق النادي العلمي بالفجيرة الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الموهوبين في جميع مناطق إمارة الفجيرة من 16 عاما فما فوق متضمنة ورشا عملية وتدريبية في البرمجة والكهرباء والميكانيكا والخراطة والتجهيز العلمي إضافة إلى التدريب على تجميع وتركيب وتصنيع وسيانة الطائرات بدون طيار الدرون وتوجه مجلس إدارة النادي وفريق العمل إلى سموه لعهد الفجيرة بالشكر والتقدير على توجيهات سموه الحريصة ودعمه المتواصل للنادي ولمشاريعه التخصصية وتجهي سموه للكفاءات الوطنية والموهوبين في المجال العلمي في إمارة الفجيرة حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سموه لعهد الفجيرة ترأس سموه شيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي واليعهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي أمس بحضور سموه شيخ عبدالله بن سالب بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وبحث الاجتماع الذي عقيد في مكتب سموه الحاكم عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله لمتابعة أبرز المستجدات في العمل الحكومي وخطة تطوير الخدمات في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والاطلاع على سير أعمال المشروعات التنموية في الإمارة وأصدر المجلس قرارا بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة واعتمد المجلس مشروع القانون بشأن تعديل القانون رقم 4 لسنة 2015 بشأن تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ دكتور السلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كما ناقش المجلس عددا من المقترحات المقدمة من دائرة الموارد البشرية والمتعلقة بتطوير أنظمة العمل لموظفي الدوائر والهيئات الحكومية في الشارقة رفع معالي سقرغباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي باسم أعضاء المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى القيادة الحكيمة على دعمها المتواصل للمجلس الوطني الاتحادي ورعايتها الكريمة لكل أعماله ومتطلباته مما كان له أبلغ الأثر في تمكين المجلس من القيام بدوره الدستوري والبرلماني على الوجه الذي نتمناه دوما جاء ذلك خلال الجلسة الرابع عشر الختمية للمجلس الوطني الاتحادي من دور العقاد العادي الثاني للفصل التشرعي السابع عشر التي عقدها أمس الثلاثاء التسع والعشرين من يونيو في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معاليه بحمد الله وتوفيقه نختتم اليوم ومع انتهاء أعمال جلستنا الرابعة عشر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر يسعدني ويشرفني بهذه المناسبة أن نبعث باسمكم جميعا بأسماء آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العلى للقوات المسلحة حافظه الله وإخوانهم أصحاب السمو الشيخ أعضاء المجلس العلى للاتحاد حكام الإمارات ووافق المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الرابع عشر الختمية على مشروع قانون الاتحادي بتعديد بعض أحكام القانون الاتحادي رقم سبعة لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني الذي يهدف إلى نقل اختصاصات المكتبة الوطنية من وزارة الثقافة والشباب إلى الأرشيف الوطني وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته اليوم على مشروع قانون الاتحادي بتعديد بعض أحكام القانون الاتحادي رقم سبعة لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني والحق الذي يأتي بعد يضم المكتبة الوطنية للأرشيف الوطنية ليصبح المسمى الجديد الأرشيف والمكتبة الوطنية وليضم ثمان مواد ويهدف مشروع القانون إلى تجميع الوثائق والإشراف عليها وإتاحة مجالات البحث وامتلاك وعرض الكتب والمخطوطات والوثائق وحقا حدد القانون اخصاصات الأرشيف والمكتبة الوطنية في حصر وجمع واستلام واقتناء وتوثيق الوثائق وتصنيف الوثائق والمخطوطات والعمل على حماية الوثائق من عوامل التلف ووضع التعليمات اللازمة للجهات الحكومية والمساهمة في بناء نظام وطني المعلومات وإنشاء الملفات وجمع المطبوعات الحكومية والمحلية والحقيقة كذلك القيام بمهام من الإبداع القانوني استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زيد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معاليا إيرلابيد وزير خارجية دولة إسرائيل وذلك في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي إلى الدولة وأقام سمو مراسم استقبال رسمية لمعاليه لدى وصوله إلى ديوان عام الوزارة في أبوظبي وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من كلا البلدين ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زيد النهيان بوزير الخارجية الإسرائيلي والوفد المرافق وبحث سبول تعزيز العلاقات الثنائية الإماراتية الإسرائيلية في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل كما بحث الجانبان الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية البناء على اتفاقيات إبراهيم من أجل تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زيد النهيان أهمية هذه الزيارة التي تفتح آفاقا أرحب لنمو وتطور العلاقات بين البلدين في المجالات كافة بما يحق المصالح المشتركة لهما ويعود بالخير على شعبيهما وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تستضيف بعد أقل من مائة يوم في شهر أكتوبر المقبل مع رضا إكسبو 2020 دبي الحدث العالمي الأبرز الذي يشهد مشاركة نحو مائة وخمس وتسعين دولة معبرا سموه عن تطلعه لمشاركة إسرائيلية بارزة في هذا التجمع الهم الذي يشكل منصة عالمية لصياغة مستقبل ما بعد جائحة كوفيد-19 والمضي قدما في مسار التنمية المستدامة ووقع سموه شيخ عبدالله بن زايد النهيان وزير الخارجية وتعاون الدولي ومعالي يائر لبيد وزير خارجية دولة إسرائيل على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين دشن سموه شيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي رئيس مجلس إدارات شركة الاتحاد للقطارات أمس أعمال مد قطبان السكاك الحديدية في منطقة استيح الشعب والتي تعد مركز انطلاق المسار باتجاه كل من أبو ظبي ودبي وطلع سموه على المشروع عبر رحلة استقلها بالقطار المخصص لأعمال التفقد والإشراف على تنفيذ الشبكة من نقطة انطلاق عمليات مد السكاك الحديدية في منطقة سيح الشعب بالاتجاهين نحو أبو ظبي ودبي في رحلة امتدت لمسافة عشرة كيلومترات وصولا إلى غابة المهى كما طلع سموه على الإجراءات التي اتخذتها الشركة بهدف الحفاظ على الحياة البرية والموائل الطبيعية خلال مراحل تطوير المشروع على امتداد الغابة وما يتضمنه من عمليات بناء للجسور والقنوات ومعابر الحيوانات وأشهد سموه بالدعم المتواصل الذي تليه القيادة الرشيدة ومتابعتها الحثيثة للمشروع وثمنا سمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد النهيان جهود كافة الأطراف المعنية ضمن المشروع من جهات اتحادية ومحلية لضمان توفير الدعم الكامل للمشروع الذي يعتبر ركيز استراتيجي لتعزيز مسيرة الدولة نحو الخمسين عاما المقبلة وأكد سموه أن هذا المشروع الوطني الاستراتيجي سوف يحدث نقلة نوعية في قطاع النقل بالدولة ويعد عنصرا أساسيا في المنظومة المتكاملة التي يوفرها قطاع النقل العالمي المستوى في دولة الإمارات ليضعها بين أفضل دول العالم على صعيد جهود النقل والبنية التحتية إضافة إلى دوره في دعم النمو الاقتصادي الوطني كونه سيربط أهم الموانئ الرئيسية بنقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطنين والمقيمين في الدولة افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي إيديك دبي الحدث الأطخم لطب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا بمشاركة أكثر من ثلاثة ألاف شركة وأربعة ألاف علامة تجارية دولية من مائة وخمس وخمسين دولة حول العالم وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم بجولة في أشنحة المعرض واطلع سموه على أحدث التقنيات والمنتجات التي توصلت إليها الشركات العالمية والناشئة في هذا المجال كما زار سموه معرض صور لسموه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله تحت عنوان لن ننساك عرفانا بجهوده ورعايته للمعرض طوال الدورات السابقة استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع أمس معالي يوسف محمد علي مدير مكتب فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بوزارة الدفاع والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وصول التعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأشهد معالي يوسف محمد علي بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة في مكافحة الإرهاب والتصدي لكافة أشكال العنف والتطرف شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية في أعمال الاجتماع الحدي عشر للجنة الأعلام الأمني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عن بعض وناقش عددا من المواضيع المتعلقة بمشاريع تطوير عمل الأعلام الأمني وتعزيز دوره في المجالات المختلفة وتناول المجتمعون عددا من المواضيع المتعلقة بتنفيذ قرارات وزراء الداخلية بالمجلس كما استعرض الاجتماع تقييم الأعمال التوعوية في الإعلام الأمني إلى جانب وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية المشتركة إلى الملف الصحيح حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن إجراء ثلاثمائة وألفين وثلاثمائة وثمانية عشر فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما سهم في الكشف عن ألف وسبعمائة وسبعمائة وأربعين حالة إصابة جديدة وبذلك يبلغ مجموعة الحالات المستجلة ستمائة واثنين وثلاثين ألفا وتسعمائة وسبع حالات كما أعلنت الوزارة عن شفاء ألف وسبعمائة وأحدة وثلاثين حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض وبذلك يكون مجموعة حالات الشفاء ستمائة وأحد عشر ألفا وأربعمائة واثنتين وأربعين حالة كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربع حالات مصابة بالفيروس وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة ألفا وثمانمائة وأحد عشر حالة وفيما يخص التحديثات المتعلقة بجرعات لقاح كوفيد-19 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم سبعة وثمانين ألفا وأربعمائة وسبع وعشرين جرعة من لقاح كوفيد-19 وبذلك يبلغ مجموعة جرعات التي تم تقديمها حتى التاريخ التاسع والعشرين من يونيو خمسة عشر مليونا ومائة وثمانية وتسعين ألفا وستمائة وأحدة وستين جرعة ومعدل توزيع اللقاح مائة وثلاثة وخمسين فاصل سبع وستين جرعة لكل مائة شخص أعلنت هيئة الصحة بدبي عن بدء تطعيم النساء الحوامل ضد كوفيد-19 في جميع مراكز التطعيم المنتشرة في إمارة دبي فيما نوهت الهيئة بضرورة التسجيل المسبق وحجز موعدا للتطعيم فازت شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحاب المسابقة الدولية لأفضل الممارسات في دورتها السابعة عن مشروع مراكز المسح من المركبة الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية أحدى منشآت شركة صحة كما حصل مشروع مراكز تقيم كوفيد-19 المتميزة وحملة تطعيم كوفيد-19 على تصنيف سبع نجوم وهو أعلى مستوى حسب نظام المسابقة الدولية لأفضل الممارسات بينما حصل مشروع استراتيجية استدامة الأعمال الذي ركز على الحفاظ على سلامة المراجعين خلال الجائحة والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية الأخرى لهم على تصنيف خمس نجوم نقلت الإمارات للشحن الجوي 100 طن من مواد الإغاثة مجانا من دبي إلى الهند خلال ثلاثة أسابيع في مايو الماضي لدعم جهود البلاد في مكافحة الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19 وكانت طيران الإمارات أطلقت جسرا جويا للمساعدة الإنسانية وتبرعت بساعة شحنا لنقل الإمدادات الأساسية كخيام الإغاثة وألاف طوانات الأكسجين مجانا على الرحلات التي تسيرها إلى وجهاتها في الهند أوضحت نيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن التسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير جريمة يعاقب عليها القانون التسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطأه في المساس بسلامة جسم غيره وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة عاها مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة المجن عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ضرق آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنين والغرامة وذلك وفقاً للمادة 343 من قانون العقوبات الاتحادي نشرة من الإمارات متواصلة وتتابعون بعض الفاصل الإمارات الخامسة عالمياً في الأمن السيبراني محققة العلامة الكاملة في ثلاثة قطاعات حياكم الله مجدداً كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع إجمالي أجور ورواتب العاملين في الدولة بنسبة 73.5% على مدار 11 عاماً ما يضع الإمارات بصدارة دول المنطقة من حيث الرواتب بفضل حزم الأجور المجزية المقدمة للمهنيين من الشركات المحلية والأجنبية العاملة في الدولة ارتفع إجمالي أجور ورواتب العاملين في الدولة إلى 493 مليار وتسعة ملايين درهم في نهاية العام الماضي بما يعادل 209 مليار درهم على مدار 11 عاماً مقارنة بنحو أكثر من 284 مليار درهم في 2010 واستحوذ قطاع المشروعات غير المالية متضمناً للأنشطة الاستخراجية كالنفط والغاز الطبعي وتجارة الجملة والتجزئة وغيرها على الحصة الأكبر من الأجور والرواتب بنحو 375 مليار وتسعمائة مليون درهم في 2020 فيما وصلت أجور ورواتب الإدارة العامة وضمان الاجتماعي الإجباري بنحو 93 مليار وثمانية ملايين درهم ووصل نصيب الأنشطة المالية وأنشطة التأمين لنحو 24 مليار ومليوني درهم وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والأحصاء عن وصول قيمة الادخار القومي للدولة إلى أكثر من 399 مليار درهم في نهاية 2020 ووصل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي والخاص إلى أكثر من 700 مليار درهم في العام ذاته بزيادة بلغت 26% عن عام 2010 هذا وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في 2020 1.317 تريليون درهم وبلغت دخل القومي الإجمالي 1.32 تريليون درهم والدخل القومي الصافي 1.26 تريليون درهم وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خطاب نوايا مع مجموعة أود أف الفرنسية لوضع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في مجال البحث والتطوير في قطاع الطاقة النووية يأتي هذا التعاون في إطار التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتطوير قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات ودعم الابتكار وتوفير طاقة كهربائية صديقة للبيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي حيث ستعزز مذكرة التفاهم المزمع توقيعها الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين عبر تبادل الخبرات العالمية وأحدث الرؤى والمستجدات في قطاع الطاقة النووية إلى جانبي استكشاف فرص إنتاج الهايدروجين الأخضر باستخدام الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات الكربونية أعلنت شركة بيترول أبوظبي الوطنية أدنوك أمس عن توقيع اتفاقية مع شركة ريلايينس اندسترز الهندية لإنشاء مصنع عالمي جديد لإنتاج الكلور القلوي وثاني كلورايد الأثلن وكلورايد البوليفينل ضمن منظومة تعزيز الصناعية في الرؤيس بأبوظبي وتستفيد الاتفاقية من الطلب المتزايد على هذه المواد الخام الصناعية الحيوية ومن مكانة أدنوك واريلايينس كشركات عالمية رائدة في مجال الصناعة والطاقة وبموجب الاتفاقية ستقوم تعزيز واريلايينس ببناء مصنع متكامل بطاقة انتاجية تقارب 940 ألف طن من الكلور القلوي ومليون ومائة ألف طن من ثاني كلورايد الأثلن و360 ألف طن من الكلورايد البوليفينل سنويا وسيوفر انتاج هذه المواد الكيميائية فرصا لقطاع الطاقة المحلي للحصول على المواد الخام الحيوية في دولة الإمارات حصدت الإمارات المرتبة الخامسة عالميا على مؤشر الأمن السيبراني لعام 2020 الصادر أمس عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة وبلغ الرصيد الإجمالي للإمارات على المؤشر العام حوالي 98 درجة من أصل 100 لتحصل بها على المركز الخامس بالاشتراك مع روسيا وماليزيا التي انتساوتا معها في نفس الرصيد وسجلت الإمارات قفزة هائلة في تصنيفها على إصدار 2020 بالمقارنة مع إصدار 2019 والتي نلت فيه المركز الثالث والثلاثين وحققت دولة الإمارات العلامة الكاملة في 2020 في ثلاثة أركان هي التدابير القانونية وتدابير الرامية إلى تعزيز القدرات والتدابير التعاونية فيما حققت 19 من 20 درجة في التدابير التقنية و18.98 درجة في التدابير التنظيمية هذا وتفوقت الإمارات على اليابان وكندا وفرنسا والهند التي جاءت ضمن قائمة العشر الأوائل نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أمس ندوة افتراضية تتعلق بأسس وأصول التحكيم التجاري افتتحها سعدت سلطان جميع الهندسي مدير عام الغرفة بمشاركة عددا من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمهتمين بشؤون القانونية في الإمارة وأشارها مدير عام الغرفة إلى أن ازدياد حركة النشاط التجاري والاقتصادي وتدفق الاستثمارات بين الدول أسهم في ازدياد وطيرة الاهتمام بالتحكيم وإنشاء منظمات وهيئات دولية ومراكز وطنية متخصصة للتحكيم التجاري مما عزز إبرام عقود الاستثمار وحرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وعقود نقل التكنولوجيا والتأمين والعلاقات المصرفية مؤكدا أن التحكيم التجاري يعتبر وسيلة مثلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية باعتباره أحد البدائل والوسائل القانونية التي أقرتها التشريعات الوطنية والدولية كآلية ناجعة أكدت الهيئة العامة للمعاشات وتأمينات الاجتماعية أنه لا يوجد في قانون المعاشات ما يمنع من استقبال طلبات العجز بعد سن الستين عاما لمن استمروا في العمل بعد هذه السن مشيرة إلى أن القانون أبقى الباب مفتوحا أمام المؤمن عليهم الذين استمروا في العمل إلى ما بعد الستين إذا تعرض أحدهم لعجزا من شأنه أن يؤثر في قدرته على ممارسة مهام عمله أن يتقدم بطلب للتقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية للعمل تمكن الفريق الطبي في مستشفى التوام إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة من علاج مريضتين تم تشخيص إصابتهما بتورم العقد اللنفوية وأتاحا نموذج ممارسات المجموعة المتبع في صحة حصول المريضتين على رعاية عالمية المستوى المترجم للقناة المترجم للقناة مكتوم الشرقي يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي الفجيرة حياكم الله مجددا أصدر اسمو الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة حفظه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي برئاسة سعادة ناصر محمد اليماحي حميد خميس اليماحي نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من إبراهيم كرام الكعبي ويوسف السعدي وعلي الشانسي نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي الملتقى الرياضي الموحد للرياضات الشتوية الذي أقيم في سكي دبي في مولي الإمارات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية والذي يهدف إلى تمكين الرياضيين من أصحاب الهمم وتجهيز فريق تزلج اختراق الضاحية من لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي سعدادا للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الشتوية في كازان روسيا التي تقام في يناير 2022 حضر الملتقى مع علي شم بن سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي وكرمت معاليها اللاعبين المشاركين والشركاء والداعمين للأولمبياد الخاص بدوره أهدى مجلس دبي الرياضي معالي الوزيرة ميدالية أبطال خط الدفاع الأول التي تحمل اسم معاليها كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن آخر المستجدات والتحضيرات التنظيمية لبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة 25 مترا التي ستقام في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس خلال الفترة من 16 حتى 21 من ديسمبر المقبل وسيقام على هامش البطولة المؤتمر الدولي للألعاب المائية في خطوة تؤكد المكانة والسمع المرموقة للعاصمة أبوظبي وريادتها في استضافة نخبة وأهم الفعاليات الرياضية العالمية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في فندق قصر الإمارات بحضور سعادة الدكتور حسين لمسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة وسعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وسعادة سلطان السماحي رئيس اتحاد الإمارات للسباحة إلى جانب برينتن ويكي المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة وعبدالله الوهيب مدير البطولة وجرى خلال المؤتمر الأعلان عن السباحين الذين سوف يمثلون منتخب الإمارات في البطولة هما سباح يوسف المطروشي 18 عاما وليل الخطيب 14 عاما وكشف المجلس أبوظبي الرياضي رسميا عن السلحفة دانا تعويضة البطولة كما تم الإعلان عن البرامج المجتمعية المخطط تنفيذها استعدادا للحدث والتي تشمل كل من برنامج سفير السلامة للسباحة الذي يتيح لخرجي أن يصبحوا صفراء معتمدين للسلامة إلى جانب برامج تثقفية للمدارس وأندية السباحة بحضور التعويض السلحفة دانا بالإضافة إلى فعاليات افتراضية للسباحة وفي الختام كيف ستكون الأحوال الجوية في دولة الإمارات خلال الساعات القليلة المقبلة إلى هذا العرض من المركز الوطني للأرصاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر